أفادت مصادر مقربة من المطرب حكيم إنه يستعد للزواج من الإعلامية داليا المدبولي أستاذ الإعلام بجمع الدميات الأمر الذي أثر دهشة وفضول الجمهور متسائلين عن حقيقة الأنباء المتدولة انتشرت أنباء زواج حكيم من داليا المدبولي بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد التواصل الذي حدث بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة والذي بدأ منذ تكريم حكيم منذ فترة لفوزه بجائزة نجم التمييز والإبداع في ملتقى التمييز والإبداع العربي الذي يقوم تحت رعاية اتحاد المنتجين العرب التابع لجامعة الدول العربية ويترقصه المنتج إبراهيم أبو زكري وتديره الدكتورة داليا المدبولي وجاء ذلك تقديرا لكم من النجاحات التي حققها خلال العام الماضي من خلال أغنياته التي حصدت ملايين المشاهدات من ناحيةه تجاه للمطرب حكيم كافة الأنباء المتدولة عن زواجه من الإعلامية داليا المدبولي ولم يلتفت السنائي للأمر أو التعليق عليه سواء بالتأكيد أو النفي مما أثار حالة من الغموض والتساؤلات بين الجمهور بشكل أكبر كان حكيم متزوجا من سيدة تدعى الجهان منذ نحو 27 عام وذلك بعد قصة حب طويلة ولدها مصري يوناني وولدتها من فنزولا ولديها الجنسية اليونانية كانت تشغل حينها منصب قنص العام في دولة فنزولا في القاهرة ارتبط السنائي منتصف عام 1996 وأنجب طفلين كما إن لديه ولدين من زوجته الأولى مروة على صعيد آخر طرح المطرب حكيم أحدث أغنياته بعنوان حبايبنا التي تخطط نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب وفيسبوك بعد ساعات قليلة جدا من طرحها احتفالا بعيد الأطحى المبارد وهي من كلمات إسلام كانكا وألحان كلمة ضباخ الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الحكيم أغنية لزازة والذي تعاون فيها مع الموزع الموسيقي طارق مطكون بعد ما يقرب من عشرين عام وهي من كلمات وألحان عزيز الشفعي في أول تعاون بينهما